اولا انت توزع عليه اتهامات الحنق والتحامل انا سألت سؤال الاعلام كله سأله انا سألت لتصريحات اسماعيل هنية لا انا صنعتها ولا ضيفي صنعها ولا كنا مع اسماعيل هنية قلنا ماذا يعني فاس الجاب السوداني زين هو انت كل شوية تقول حنق ومتحاملين انا قلت له اسماعيل هنية قال هسا جلت يم اسماعيل هنية ابو ميثاق المسالي فعلا ذكرني الدكتور يحلق بيسي بقضية انا كنت تأكيد الطلاة عليها تصريح اسماعيل هنية عندما قال الفكرة الساحات الواحدة كذبة كبرى بمعنى انه اتهم محور المقاومة وايران التي ترى محور المقاومة انما كانت توعد به اتضح كذبة كبرى هؤلاء هم قادة حماس شا تعلق على هذا الموضوع لا انا لا اعلق على هذه المساحات الضيقة والزوايا التي تقرأ منها حضرتك وضيفك الامور من زواياكم الخاصة بكم وهي تعكس مزاجكم السياسي لا لا دقيقة 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 سيد ابو ميتاق من استمرار حكومة محمد شاع السوداني وحكومة رطار بالتوفيق بين مصلحة الغرب في استمرارها في السلطة وبكونها هي المتصدية للدفاع عن غزة والمثال على ذلك هذا مو سؤالي هذا مو سؤالي كل الرؤساء المشاركين هذا مو سؤالي أنا أتفهم أن هذا يغيظك أو يغيظ الآخر أنا أتفهم هذا الشيء طبعا هذا حلق عالي وغير كبير ممكن أن أتفهم هذا الشيء لكن أنه تسحبني إلى كلام نمطي اليوم تريد من عندي أنه إسرائيل كبيرة تتحقق وتروح إسرائيل تحتل اليمن حتى الحوثين يتحركون ويسميهم جنابة مقاومة لا أخذ راحتك أستاذ إحنا ما ننتظر عود على ما يجيني إسرائيل وتحتل لبنان حتى يسمي حضرتك حزب الله مقاومة هذا كلام أبو بيتاء بس اسمعني بدقيقة واحدة أبو بيتاء العزيز أولا أنت توزع عليه اتهامات الحنق والتحامل أنا سألت سؤال الإعلام كل سألة أنا سألت لتصريحات لإسماعيل هنية لا أنا صنعتها ولا ضيفي صنعها ولا كنا مع إسماعيل هنية قلنا ماذا يعني بس الجاب السوداني زين هو أنت كل شوية تقول حنق ومتحاملين أنا قلت له إسماعيل هنية أنا أعيد لك السؤال أنا أعيد لك السؤال أبو سجاد أنا أعيد لك السؤال أنت وين شنت لما ذكر المقاومة العراقية بالاسم والمقاومة اللبنانية حزب الله بالاسم وشكر هذه الجهات وشكر هذه الفصائل أنت هنا غمضت عنها وهنا فتحت أنت ليش تنظر الأمور بعين واحدة هذا الحوال السياسي هذا جاتل على غير كبير في وقت عندما قال سألنا هذا السؤال عندما قال حسن نصر الله بهذا وسألنا هذا السؤال عندما قالها نية بهذا وحياتك لا لابست الضارة ولا أحول حسن اليوم يالي بحركك عليه حسن شوفني أحول مو محركنا عليك أنت ليش فعل المستفز اليوم اليوم الطروحات الطروحات التقليدية شوف كل طرح تقليدي واشترار لأحاديث قديمة جديدة هي الغاية من أدها واضح أنه أكو لدى الآخر لديه غذ كبير من نجاح حكومة الإطار التنسيقي في المسك بالعصام بالعصام من الوسط اليوم حكومة ترعى وجود أمريكي وترعى وجود مقاومة تتبنى بيان كان هو الأقوى في القمة العربية وتتبنى أنه شكر المقاومة في غزة للعراقين على جهودهم كل هذه التجاذبات التي حاصلة نجاحهم في ديمومة واستمرارية وبقاء واستمرارية هذه الحكومة هو نجاح باهر وكاد ينفجر الآخر من نسبة النجاح الكبير يا أستاذ أبو ميثار أنا ما أسألت عن الحكومة ونجاح الحكومة أنا ما أجيت لهذه المنطقة ولا أجيب الطار الحكومة أنا أسأل بتداعيات ما يجري أنت تقول حكومة لازم العصى من الوسط ترعى الأمريكان وترعى المقاومة تقدر تفهمني هاي لا إذا ما كان عندك استعداد أن تفهم شون أنا أفهمك أنت رافض الفكرة من الأصل وأنت تتبنى خطاب آخر مختلف تماما أنت تصلت السوداوية على الوضع العراقي وتتمنى لو أن كل هذا النجاح يحال إلى لا شيء من أقال من أقال أمو ميثار من أقال السياق الحديث يا أستاذ أبو أنا أخذ أنا أخذ منك وسئلك يا أبو ميثار أنا ما تبنيت فكرة أبو ميثار أما جاين فكك النظرية النسبية يا أستاذ نجيم أبو ميثار يا أستاذ نجيم أنا بثانية واحدة أنا بثانية واحدة كلامكم واضح كلامك واضح بثانية واحدة لما ينعاد اللقاء وتشوفه أنا ما سألتك سؤال إلا اشتقاقا مما كنت تقول بمعنى كنت أخذ من أفكارك وسألك بها مرة بالاستضاح مرة بالاستبيان مرة بالاستفهام أنا ما صنعت فكرة ناقشتك بما تعتقد تمام تمام مرة بقطع الصوت ومرة بالانحياز بالوقت ومرة لاستغرابك لمفاهيم لطالما أنا شخصيا طلعت في برنامجك هذا تمام وكانت في مرحلة محينة يعني محل استحسان من حضرتك ومن الأخوة ما أمانك هذا اليوم أنا أقول لك اليوم أنا أقول لك هذا الجذب هذه النجاحات هي تؤثر هي تصنع رأي عام وتصنع مزاج سياسي وأنا أقول لك نتيجة لكل هذه النجاحات أكو احتقام بالطرف الآخر هاي تفهمها لو ما تفهمها بعد هذه أمك بزيلا مشكلة يعني 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 مشكلة يعني